أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جفالي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية والدفع بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم مصالح البلدين وشعبهما وخلال اللقاء رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية تريزا إيفونسانج اشدد رئيس مجلس النواب على همية تطوير وتعزيز التعاون البرلمانية بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية داعيا إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها